في شبوة تحتشد المحافظة وربما تتهيأ للدخول في معركة تحرير منشأة بلحاف من السيطرة الإماراتية خطوات عملية وتصعيدية يتخذها أبناء شبوة بدأت بتصريح من المحافظ محمد صالح بن عديو التي طالب فيها الإماراتيين بالخروج من المنشأة الحيوية والسماح للسلطة المحلية بإعادة تشغيلها تصريحات المحافظ أتبعت بإقامة اعتصام لأبناء المحافظة بالقرب من المنشأة وتلك خطوة استفزت الإمارات التي أرسلت طائراتها للتحليق على علو منخفض فوق المعتصمين في رسالة فيها تهديد بالاستهداف أبناء شبوة لم تثنهم تلك التهديدات وواصلوا اعتصامهم للمطالبة بخروج الإمارات من بلحاف ومحاكمة القوات التابعة لها التي ارتكبت جرائم قتل بحق الأهالي خلال العام الماضي التطورات الجديدة في هذا الموضوع تؤكد وصول وفد رسميا وقابليا من أبناء محافظة أبين إلى محافظة شبوة لتأييد المعتصمين أمام معسكر العلم ومطالبة السلطة المحلية بتشغيل منشأة بلحاف الغازية الوفد الواصل إلى شبوة نفذ وقفة تضامنية مع موقف قيادات السلطة المحلية المطالب بإخراج القوات الإماراتية من المنشأة كما طلب بمحاسبة قوات النخبة الشبوانية على خلفية مقتل عدد من أبناء القبائل خلال اقتحامها للمحافظة قبل عام نحن وجينا على هنا نعل انتظامنا معكم ضد اتصرفات العوجاء والهنجاء وقتل النفس البريه الذي حرمها الله بالنسبة لأننا وصلنا إلى هنا اليوم لأييدكم على اعتصامكم السلمي وأيضا وصلنا إلى هنا بأسلوم السلمي والعذر السادة وخسائرهم احنا معكم ومع بطالبكم مؤكدا أن قضية إعادة تشغيل منشأة بلحاف تستدعي وقوف جميع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية ومطالبا بموقف جدي من قبل الجميع في كافة المحافظات النفطية في موقف مماثل لموقف محافظ شبوه